اشتركوا في القناة ووجود المسطحات المائية والاستمرارية تكاثف السحب وهطول الامطار على مر الازمنة مراحل دورة الماء في الطبيعة التبخر والنتح والتكاثف والهطول ما يأتي اكثر انواع الهطول شيوعا المطر والثلج والبرد والمطر الثلجي والجريان السطحي اهمية دورة المياه في الطبيعة تكمل اهمية دورة المياه في الطبيعة بما يأتي توفير المياه لعذبة لازمة لكافة الكائنات الحية على كوكب الارض وتجديد مصادرها على الكرى الارضية اي تجديد المياه الانهار والبحار والجداول تنظيم المناخ والمحافظة على رطوبة الجو وتوفير التربة الصالحة للزراعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر